وصلة للجهود المبذولة من قبل مصالح الأمن الوطني لمحاربة الجريمة المنظمة تمكنت مصالح الشرطة القضائية لأمن ولاية سيدي بالعباس بحر هذا الأسبوع من الإطاحة بشبكة إجرامية دولية منظمة عابرة للحدود الوطنية وتوقيف ستة أشخاص من عناصرها يحملون الجنسية المغربية تنشط في الاتجار والتهريب الدولي للمخادرات العملية تمكنت أيضا من حجز 40 كيلوغراما من الكيف المعالج كانت بصدد الشحن على متن مركبة سياحية وضبط مبلغ مالي بقيمة 100 مليون سنتيم هذا وتم تقديم المشتبه فيهم أمام وكيل الجمهورية لدى القطب الجزائي المتخصص بمحكمة وهران عن جناية تكوين شبكة إجرامية دولية منظمة مختصة في الاتجار والتهريب الدولي للمخادرات وجناية التحضير والتدبير للخروج من التراب الوطني بطريقة غير شرعية مقابل مبالغ مالية شكرا